من قبح حال بعض عباد الله أنه يقترح على الله يقترح على الله إدارة الكون وإدارة حياته لو كان كذا لكان خيرا من كذا يا مؤمن سلم يا مؤمن ارض بعطاء الله يا مؤمن ما آلمك في عاجل دنياك لعله هو الذي ينقذك يوم لقاء الله البعض منا يؤلم ويعتصر قلبها الألم إذا فاته شيء من نعيم الدنيا أو لحق قلبه ألما أو جزع أو ودع ابنا أو ابنة أو طلق ولذلك الآية الأخرى قال الله في ماذا قال في النكاح قال الله فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا البعض قد يكره أن يمكث مع المرأة وكل يوم يقول يا شيخ أنا كل يوم أقول بطلقها ولكن ما طلقت وكل يوم يقول الله يبعد دارها عني ولكني ما ابتعت وكل يوم أحدث نفسي لو أنك رضيت بهذه القاعدة الإيمانية أنت تكرهها فلعل هذا الكره أن يجعل الله فيه خيرا كثيرا وما أدراك لعلك تتزوج من تحب فتسامس العذاب بمحبوبك ولكن رضاك بهذه المؤمنة ليس كل الحياة مؤلمة أحيانا في جوانب للحياة مؤلمة لكن في جوانب معشبه جميلة ولذلك البعض يقول يا شيخ أنا لا أحب العناء في الحياة حكمة جميلة يقولون من كان لا يريد الحزن البته فليتخذ شيئا لا يفارقه في شيء ما تفارقه كل شيء لا بد أن تفقده ما في شيء يمكن أن يكون معك دون أن تكون دون أن يكون في حياتك كدر وفي حياتك لأوى أبدا حتى تلقى الله في دار الخلود هناك على أبوابها تودع الأحزان ولذلك البعض مننا إذا أحب شيئا من الحياة حتى لو أراد يتصور أن يفقده يأتيه اكتئاب ويأتي حزن مثلا لبعض يقول أنا ما أتصور أفقد زوجتي أنا لا أتصور أن أفقد ابنتي أنا لا أتصور أن أفقد صحتي أنا لا أتصور أن أفقد مالي طيب إذا كان الله يحبك قد يأخذ أحب شيء إليك ليستمع إليك هل أنت راض عنه يوم أن أخذ ولذلك تكره الموت وكلنا يكره أن يفتقد محبا له كلنا يكره أن يفقد المال والولد والأم والأب والزوجة والبن كلنا يحب لا يحب الفراق الحبيب قال لإبراهيم إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا لذلك نقول يا محزون يا مكروب يا من فقدت أغلى الناس وخلك من الناس يا من ذهبت فلذات أكبادهم وتمرات فؤادهم الملتقى الجنة فإن الله ما أخذهم ليحزن قلوبكم لكن لأنه سبحانه كتب عليكم ما تكرهون وعسى ما تكرهون فيه خيرا كثيرا وعسى أن يكون الكره في قلوبكم يعقبه الخير فإن الله لا يخلق الشر المحض دائما له في كل المحن منح وبعضنا ابنها الذي كان يحبه ويعذبه قبضه الله حادث سير نام ولم يستيقظ لربما تفتتت كبده وتقرحت عينه نعم الدمع الذي في عينك لا تلام عليه لكن اعلم أنك لا تعلم ما الذي خلف الجدار أحد منا يدري ما الذي يجري خلف الجدار إذن بخلف الغيب ما الذي يدريك لعل الله أراد بك خيرا لعل الله أراد بك خيرا بعض العقيم بعض من هو عقيم لا يولد له وبعض النساء عاقر البعض تقرحت عينه ويبكي في الليل والنهار يا ربي ولد يا ربي ولد لو قيل لك خذ هذا الولد لكن هذا الولد شقاؤك وسيقرح عينك ويفتت كبدك وسيغويك ويحول دونك دون طاعة ربك وسيشغلك ويرهقك من العاقل اللي يقول ولو كان ارزقني يا ربي ابنا يعذبني أعوذ بالله من عذابهم ومن عداوتهم نحن لا نريد الولد إلا أن يكون قرة عين وأن يكون زينة المال والبنون زينة لكن العدو لا نريد من الأبناء عدوا لو قيل لك هذه المرأة التي خطبتها كانت جميلة جداً وكانت حسناء وكانت حوراء لكن لو همس في أذنك تفركشت الخطبة يقول لا قضاء الله الذي ما تمم الخطبة قل وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم أنا أكره قد تقول أنت أنا أكره فراق هذه الحسناء لكن الله حكيم لربما صرف الله عني سوءاً كانت الليالي تختفئ هذه المحنة تختفي في الليالي والأيام يا حكيم رضيت على عطائك ولذلك كم من شيء نحبه صرف عنا لأن الله يحبنا أنت تحب لكن الله من حبه لك صرفه عنك حياة المؤمن حياة المؤمن إذا بنيت على الرضا وحسن الظن بالله ملأ الله القلب طمأنينة من أكبر ما يملأ القلب طمأنينة أن تعلم أن الحياة ليس فيها شر محض تقطع قدم فلان ووالله إنها خيرة يا شيخ أي خيرة أن يقطع قدم إنسان ألم يكتبها الرحمن هو أرحم به من أبنائه هو أرحم به من أمه الله ما يرى سبحانه أنين هذا العبد وآلام هذا العبد هو الرحيم طيب لماذا كتب ذلك عليه لعل المنازل في الجنة التي يريده أن يصلها لن يصلها إلا بصبره على البلاء وما أدراك ولو قيل لأحدنا أن ما قطع منك سبقك إلى الجنة لقال يا رب لا تبقي إلا لسانا ذاكرا خلاص والباقي فهو لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بعضنا يقول يا شيخ مالي كله قد رحل وخسرت في التجارة كل مالي ويتكلم إليك بصوت حزين ويبدأ يولول ويتمنى على الله الأمان ولو أني تقدمت ولو أني ما ساهمت مع فلان ولوني ما صدقت ولو أني ولو أني ولو أني يا عبد الله الذي وهبك المال أول مرة ثم أخذه أما تقول الحمد لله الذي رزقني ثم الحمد لله الذي ابتلاني بأخذ رزقه وأبقى الإيمان في قلبي فقد أبقى عندك أضعاف 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 ما أخذه منك أعطني فائدة واحدة معلقة على إن أن امرأة امرأة تلتلقي ابنها في اليم أم موسى عليه السلام فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ومن الذي أن رأيتم إنسان خائف على ما لا يرميه في اليم هو ابنه أترمي في اليم شيئا يحفظه إذا ذهب في الماء ذهب ومع ذلك في ظاهر الأمر فإن أم موسى عليه السلام هي تقول ماذا لو لا أن الأمر من الله وأن الوحي من الله وإلا فإنها لم تلقي جنينها وطفلها في البحر وفي اليم وفي الماء والماء من ذهب فيه مفقود أكبار السن قلون البحر غدار والبحر مهب غدار لأنه لا ينسى بالغدر إلى خلق من خلق الله ما شاء ربي منه بلعه وما شاء طفا فوق ظهره ولربما حفظ الله في اليم من حفظ ظنون في جوف البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت ثم نبذه نبذه الحوت على شاطئ اليم فالله يحفظ ما شاء أعود أم موسى ألقته وكرهت إلقاءه لكن الله جعل بعد ذلك الخير أن يكون التابوت يقف على شاطئ قصر فرعون ليلتقطه آل فرعون ويربى في بيت فرعون ثم يعود بل موسى عليه الصلاة والسلام عندما دخل في اليم في البحر وموسى مع قومه في اليم وضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ودخل واستتمى هو وقومه خروجاً التفت موسى عليه السلام إلى البحر وبيرفع العصى من جديد يريد أن يضرب الماء ليعود لماذا؟ لأنه رأى فرعون دخل لعل فقال الله له واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون ما لك هذا الأمر إلى الله المعجزة أن تخرج ولكن لو أن الماء عاد الله ما يريد عاد يعود حتى يدخل فرعون لأن فرعون ما دخل في اليم حتى البحر حتى رأى خروج قوم موسى مجتمعين لم يلحق بهم فلما اطمأن قال إذن البحر سيبقى يبساً وتبقى طرقاً واطمأن قال لقومه الحقوا الله حكيم موسى كان يريد عليه السلام أن يعيد الماء حتى يحول الماء بينه وبين فرعون والله ما يريد أن يحول الماء بينه وبين فرعون إنما يريد أن يغرق فرعون بالماء الذي كان يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه إذن حكيم سبحانه وتعالى ولذلك قد ترى أن يضرب موسى البحر لكن والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك من تمام علم الله أن يسلم العبد الأمر إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد تفوض الأمر إلى الله منها أن تستخير إذن إذا تشعب الطرق الحياة بين يديك أتزوج هذه أو لا أتزوج أشتري السيارة هذه أم لا أدخل التخصص الفلان أم لا أشارك فلان وأدخل التجارة معه أم لا أزوج فلانا أم لا أتزوج من فلان أم لا كل أمر فيه حيرة إياك أن تجتمع مع نفسك وتتخذ قرار اسأل الذي يعلم وأنت لا تعلم فإننا لا نعلم إلا علما يسيرا ولربما أهلكنا العلم اليسير اسأل الذي من علمه علم العواقب ولله عاقبة الأمور ما عاقبة الأمور ما فقه المآلات قد تتزوج امرأة أول عام عسل بعد عام يبدأ المأساة ويبدأ الألم قد تشارك إنسان ذكي في التجارة ويصير ذكي أيضا في سرقتك الله يجزاك خير يصير ذكي من طريقين حرامي جيد وبائع جيد ماذا ماذا استفدت لو أنك استخرت رب العالمين لا دلك وهو يعلم وأنت لا تعلم أن لا تقرب إليه مع أن الناس يقولون هذا ذيب هذا مسوق هذا جيد لكن الله يعلم أن في قلبه مرض وأن إيمانه وأمانته فيها خفة فيصرف الله عنك ذلك يصرف الله عنك ذلك تريد السفر تريد السفر ومع هل أسافر اليوم أو غد أركع ركعتين أسافر في الطائرة في السيارة أركع ركعتين معنى هاتين الركعتين أنك تفوض الله وتستخير الله ولذلك من شروطها ألا تستخير وقد مالت نفسك بعض الناس يقول اللهم إن كان في شراء السيارة هذه خير لي يا رب والله إنها خير يا حبيبنا أنت ما فوضت الأمر ما صار تفويض هذا إذا كنت تريد أن تقتل ولذلك البعض يقترح على الله ويملي كأنه يملي على الله ما يريد لا يا أخي فوض وإذا مالت نفسك ألا تسلك هذا الطريق فاحمد الله حتى وإن كنت ترى البوادر بوادر النجاح عند كثير من الناس إلا أن صرف عنك لأن الله أراد بك خيرا ولذلك كثير من الناس قرارات كثيرة نندم عليها القرار الوحيد الذي تندم عليه هو القرار الذي لم تستشر فيه ربك ولم تستخر فيه ربك ولم تفوض فيه الأمر إلى ربك ولم تركع قبله ركعتين أما القرار الذي كنت قد استخرت الله فالله يعلم وأنتم لا تعلمون وسؤال هل لك خيار واختيار غير الرضاء ما رأيكم أحبابي ترضى أو أو إيش أو تسخط ومن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضاء إما ترضى فتعجر أو تسلو وكما قال أحد الشعراء أو يسلو سلو البهائمي أي أن البهيمة أكرمكم الله والمسجد إذا أخذ ابنها منها بدأت تثغو تريده لكن بعد شوي حط شعير تأكل وتنتهي صحيح؟ ما فيه وبعد راح ولذلك المؤمن لا ما يكونك تلك المؤمن لا يحتسب حتى العبرة حتى العبرة حتى الشوكة حتى الدمعة حتى الألم احتسب احتسب فإنك ستلقى الله وما أعظم أن تجد في رصيدك رضاً بالقضاء ترضى بقضاء الله جل وعلا وبقدره الحبيب عليه الصلاة والسلام أو قبل ذلك يوسف ما رأيكم في يوسف يوسف أي نفع ليوسف أن يؤخذ من أمه وأبيه وهو ابن عشر وقيد ثلاث عشرة سنة ثم يلقى في الجب ثم يباع بيعة العب ثم يخدم امرأة في قصر ثم يراود عن عرضه ثم يسجن ثم يخرج حتى طاف بالحياة في الآلام وفي آخر القصة ربي قد آتيتني من الملك الله بدأت يا أخي في جب بعدين آتاك ملك لو لم يمر على جسر الابتلاءات والآلام لما آتاه الله الملك إنه من يتق ويصبر اتقى وصبر فأورتاه الله الملك ورفع أبويه على العرش وهو كان فوق العرش وكان له ملك ملك عظيم وزير المالية في الدولة الفرعونية هذا الذي ابتدع مبيوعا في سوق الرق بثمن بخص إذن أول قصة يوسف تبكي عينك وآخر قصة يوسف تبكي عينك لكن البكاء الثاني بكاء العزة والنصرة كم مرة يوسف كم جلس في البلاء أكثر من أربعين سنة على الصحيح وقيل في بعض الروايات ثمانين عام ثمانين عام في البلاء وصبر واتقى فوصل لماذا لم يصل مباشرة دون البلاء لأنه يعلم ونحن لا نعلم سبحان العليم الحكيم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك ليس شرط أن تظهر لي ولا لك الحكمة أحيانا في أمور ما تظهر لنا الحكمة ولذلك العلماء يقسمون الحكمة إلى قسمين حكم تعبدية لا يظهر حكمتها وحكم معللة نرى حكمها لكن بعضنا يقول يا شيخ فلان ولد له إحدى عشر ابن ولم يعش منهم أحد مسكين ويمدها مسكين أن ترحم أكثر من الله إحدى عشر ابن يستقبلونه بعد وصول الجنان يفتح أبوابها ألا يغبط هذا العبد المؤمن ولذلك الذي قال له الحبيب لا أتتمنى أن يعود أو أنك تجده على كل باب من أبواب الجنة يفتحها لك الصحابة سألوا أهي له خاصة أم للأمة عامة قال هي للأمة عامة اللهم صل على محمد لماذا لا ننظر إلى الجانب الجميل من بلاءاتنا ليه ما تنظر ابن من أبنائك مرض تجرس بجواره وتقول يا بني أنت مريض أنت فلذت كبدي أنت مرت فؤادي لكن من الذي أمرضك إنه الله الله أرحم بك مني الله أرحم بك من أمك يا بني البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة يا بني الله حكيم يولد بعض الأطفال معاقين ويولد بعضهم فيه تشوهات كما يسميها الأطباء ومع ذلك كله الله له في هذا حكمة نعم كم من أب ما تاب إلى الله حتى رزق بطفل معاق لزمه في المستشفيات كانت نفسه فيها سؤرة وفيها عنف وفيها كبر فلما ابتلي في ابنه انكسرت سؤرة شهوته ورعونته وظلمه فعاد إلى الله وبدأ ينكسر بين يدي الله يا رب يا رب فجعل الله له من المناجات منازل في الجنان وما يدري الله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك غالبا أحبابي قد تأتيك المسرة يعقب المسرة كرها ويعقب الكره مسرة إذن لابد تصحح الوضع مع الله فليس الذي عندك كله نعمة ليس كل الذي عندك نعمة بعض عباد الله لو شفي لفجر ولا لا ترى بعض الناس إذا عافاها الله فجر زنى شرب الخمر ظلم عباد الله فيكون من حكمة الله أن يبقيه عاجزا بدل أن يبقيه فاجرا أليس لمصلحة الشرعية أن يبقى عاجزا عن أن يبقى فاجرا بلا شك ولذلك بعض عباد الله من بداية شبابه مرض لأن الله حكيم لو أنه استمر في القوة لجمع من الذنوب ما جمع أو أن عبدا من عباد الله في المسجد لو أن ابنه صحيح لما جلس في المسجد بيتصلون ولدك فحط ولدك آذى الحارة ثم يقولون حسبي الله عليك وعلى ولدك ثم يقولون الله يجعلها في وجهك وجه ولدك ويبدأ مسكين ينشغل بعض الآباء عن طاعة الله فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فقد تكون من حكمة الله أن يبعد عنك هذا البلاء لكن من الذي يعلم ذلك الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون أيها الأحبة ومن الوقفات أمسلم عليها رضوان الله كل امرأة مؤمنة ترملت تأتي لبعض النساء ماذا تقول لماذا لم تتزوجي بعد موت زوجه تقول ومن مثل فلان وفعلا زوجها تقي وعابد وصالح لكن أحيانا ولها أن تبقى ولها أن تبقى على أبنائها وقد بشرت بالجنة لكن لو أرادت الزواج بعضهن تقول أبدا والله ما أظن أن الله بيرزقني مثل فلان فلما تزوجت صارت الضحي للعقرب اللي قرصت بفلان مثل ما يقول العوام يعني قالت كان عذابا أذر الناس أذر الرحمة عند غيره ما تدري البعض لا يدري ما الذي تخفيه الأقدار له فلربما تحب شيئا وهو شر لك وعسى أن تكره شيء وهو خير لك ولذلك أم سلمة ماذا فعلت أم سلمة عندما مات أبو سلمة ترى أخ للحبيب عليه الصلاة والسلام من من الرضاعة وكان الحبيب يحبه وأول بيت هاجر بيته وقد آذاه كفار مكة وآذوا أم سلمة فلما هاجرت ومات دعت الدعاء الذي قام الأمرها الحبيب به اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا هي تقول إنها قالت هذا الدعاء وهي في قرارة نفسها تقول ومن خير من أبي سلمة ومن خير من أبي سلمة مثل بعضنا يقول مات محمد أولدي والله يا شيخ ما يجي بعده رجل أصلح منه كان محمد يبيع ويشتري فإذا الله يرزقه ابن عالم من علماء أمة الإسلام الله أكبر ألاحظت أن الله يعلم وأنت لا تعلم لما صبرت على موت محمد رزقك الله أخله أخله ليس في الدنيا له كعب بل في الدين والدنيا ما تدري ولذلك دعت من كان خلف أبو سلمة رضي الله عنه كان محمد عليه الصلاة والسلام فخطبها عليه الصلاة والسلام خطبها بأبي وأمي خير من وطئ الثرى ولذلك نقول لكل امرأة طلقت طلقت وتقول والله طلقني كل من بسبب العجوز الشمطة يا مر من العجوز الشمطة قالت أمه الله لا يعطيها خير نسأل الله العافية يا مؤمن طلقك بقضاء الله وكرهت الطلاق وعسى أن تكرهي شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكرهي شيئا وهو خير لعل الله رازقك أنت لك لك ابن سيكون عالم سيكون طبيب سيكون طيار ما كتب الله أن يخرج من فلان من صلب فلان كاتبها الله يخرج من صلب رجل أتقى لله من أبي فلان وتتزوج فتغبط برجل وتسجد بعض المطلقات إذا تزوجت بعض الطيبين سجدت لله سجة طويلة اللهم لك الحمد أن حياتي منتهت آلام حسرات مع الأول بدلني الله بخير منه وتظهر معاني وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وتظهر معاني ودلالات وعسى أن تكره شيئا وهو خير ويكره الإنسان إذا الجهاد هو الجهاد وفيه الموت يكرهه الإنسان وهو لربما هو خير خير في مآل الأمة وفي عاجل أمرها ورجاءا إذا فوضت الأمر إلى الله لا تصير مستشار تقول وأقترح أن يكون عيب ولذلك ذكر ابن القيمي أن بعض الناس يختار وكأنه يقول يا ربي هذا بالضبط على المقاس عطني رجاءا لا تغير في المواصفات يا أخي إنا لله وأننا إليه راجعون يا مسلم خلقك ولم تك شيئا إنه العليم إنه الحكيم إنه الحليم إنه الملك إنه القدير إنه يعلم وأنت لا تعلم فوض الأمر إلى الله ولذلك التسليم الجميل التسليم والتفويض مع بذل الأسباب هذا هو ديدن المؤمن الحق